اليوم يتشح عشاق الساحرة المستديرة بالسواد اليوم يرحل بليه الابد مع الاحترام الكامل لعشاق الارجنتيني ليونل ميسي او محبية دون كريستيان رونالدو مع كامل التقدير لكل الاجيال اللي تابعتوا حضرت زين الدين زيدان رونالدينيو من قبلهم زيكو سقرات روت غالت وجاري لانكر والقيسر فرانس بيكنباور وريوهان كوريف لكن يبقى واحد فقط هو بليه في العالم هو وحده اللي من بين كل اساطير كرة القدم رفع كأس العالم ثلاث مرات النهاردة العالم كله بيقف في جنازة اسطورية رسمية وشعبية بيلقوا نظرة الوداع على العظيم بليه كما عاش في سلام رحل في سلام اهلا بكم حلقة جديدة من رقم عشرة بنتكلم فيها طبعا عن حدث كبير جدا رحيل بليه اعظم او الاسطورة الاعظم في العالم في كرة القدم طبعا كلنا عارفين ان بليه هو اعظم من ارتدى القميص رقم عشرة خلونا نروح نستعرض في جولة تاريخية افضل من ارتدى القميص رقم عشرة في العالم على فكرة الاستعراض ده خلناه ضمن نجوم القرن اللي فات يعني مش هنلاقي فيه هذا الاستعراض لميسي او زين الدين زيدان او رونالدينيو في هذا الاستعراض خلونا نبدأ من نجم الماجر بوشكاش من الماجر طبعا هو اسطورة ريال مدريد منتخب الماجر كان ضمن الجيل الدهبي لمنتخب بلاده بينجح خلال مسيرته مع المارينجي ان هو يحقق العديد من بطولات مختلفة ما بين الدوري الاسبانيا وكأس ملك اسبانيا وكمان دوري ابطال اوروبا نجم العظيم بوشكاش من الماجر بعده بيجي من فرنسا مشيل بلاتيني ايقونة الديوك الفرنسية بيحصل على جائزة الكرة الدهبية اللي مقدمة طبعا من مجالة فرانس فوتبول كأعظم لاعب في العالم تلات مرات على التوالي اسطورة اليوفنتوس الايطالي طبعا كلنا عارفين بلاتيني يرفع مع منتخب بلاده كأس الامم الاوروبية سنة 1984 وهو كمان من ضمن القلائل اللي ما حصلش على اي بطاقة حمراء طوال ما سرته في الملاعب الى الاسطورة دياجو ارماندو مارادونا من الارجنتين كان اول ظهور دولي ليه مع منتخب الارجنتين كان ضد فريق المغر فيه بتاريخ 27 فبراير سنة 1977 كان عنده كم سنة؟ كان عنده 16 سنة يعتبر اشهر من لمس كرة القدم على مر العصور البعض بيدعي وانا منهم الصراحة ان كأس العالم اللي فاز بها الارجنتين سنة 1986 هي كأس مارادونا شفنا طبعا التأثير العظيم الكبير جدا لدياجو ارماندو مارادونا نابولي حقق في تاريخه لقبي الدوري الايطالي مرتين كانت بقيادة الاسطورة الارجنتينية ومنذ ذلك الحين لم ينجح في تحقيق نابولي الايطالي لم ينجح في تحقيق اي لقب مجددا الارجنتيني دياجو مارادونا حصد كل الارقاب كل الجواز اثناء ما صرته في ملاعب كرة القدم سواء مع نابولي سواء مع منتخب الارجنتين دياجو ارماندو مارادونا واخيرا يأتي العظيم اسطورة الاسطير البرازيلي بليه او الجوهرة السوداء ملك وايقونة ملاعب كرة القدم الجميع بلا اسثناء تلاميذ في حضرة بليه الجميع بيتصروا على الفوز برفع كأس العالم مرة واحدة في العمر بس ما احترامي لميسي ما احترامي لكرياستيانو رونالدو زين الدين زيدان زيكو سقراط ردخلت لكن بليه هو واحده من بين كل اساطير كرة القدم هو واحده من رفع كأس العالم تلات مرات اول فوز دي بلقب كأس العالم كانت سنة 1958 بليه ساعتها كان عنده 17 سنة كان فيه النهائي اللي جمع ما بين البرازيل والسويد البرازيل ساعتها فازت خمسة اتنين في السويد بليه ساعتها سجل هدفين تاني كأس العالم كان 1962 بليه بيحرز مع البرازيل الهدف او اللقب الثاني كبطل لكأس العالم سنة 1970 بيصبح بليه اللاعب الوحيد في التاريخ اللي بيفوس بكأس العالم تلات مرات بعدما فازت البرازيل فيه النهائي على ايطاليا اربعة واحد فيه نهائي البطولة اللي تلعبت فيه المكسيكو على فكرة بليه سجل اول الاهداف الاربعة لبرازيل ممكن فيه ناس بتقارم بين مارادونا وميسي او على الاقل يعني السؤال بيطرح ليه المناقشة بس الامر لما بيتعلق ببليه الجميع عليه نوع يقف احتراما تبجيلا تقديرا لقيمة الاسم اديسون ارانتس دو ناسمينتو او بليه والده سماع على الاسم اديسون مخترع المصباح الكهربائي ما يعرفش ما كانش يعرف والده لما سماه اديسون ان بليه هو كان مخترع الحقيقي للروعة في كرة القدم عايز اقول لكم حدوثة كده سريعة عن قيمة بليه قيمة الاجيال اللي ما شافتش بليه الا من خلال الفيديوهات سنة 1967 الفريق اللي كان بيلعب لي بليه هو فريق سانتوس في البرازيل قرر ان هو يعمل جولة في البلدان الافريقية وقتها كان في حرب اهلية في نيجيريا تحديدا في ليجس الحرب الاهلية توقفت 48 ساعة ميليشيات المتحربة قررت ان هي توقف الحرب 48 ساعة ليه عشان كلهم يعودوا جنب بعض بيتفرجوا على بليه في مباراة استعرضية امام نادي النسورة النيجيرية بمدينة لاجس هذا هو بليه عايزين نتكلم اكتر عن تاريخ بليه عن ارقام بليه مع علي ابو طبل الناقد الرياضي استاذ علي صباح الفل برحب بيك بليه رحل صباح الفل طبعا برحب بكل مشاهدي القناة الاولى ورحب بحضرتك بالتأكيد يوم حزين في قرة القدم وهو يوم رحيل ايقونة قرة القدم البرازيلية بليه يمكن هو الاهم الايقونة الاهم في تاريخ قرة القدم العديد من النجوم يمكن مروا عبر تاريخ اللعبة ولكن لما تيجي تسأل كل النجوم ليه هيتفقوا ان بليه هو المرجعية الاساسية في قرة القدم وسبب رئيسي في انتشار اللعبة وشعبياتها حول العالم يمكن طوال ما سرته بليه ملعبش الا مع نادي سانتوس البرازيلي من اول ما ظهر لأول مرة في 1956 هم كانوا بيعتبروه استاذ علي ان هو يعني ايقونة او منجم فيه او منجم وطني ما يقدرش ان هم يفرطوا فيه ده حقيقي فعلا لانه هو فعلا ملعبش طوال ما سرته او اجلبية ما سرته الا مع نادي سانتوس البرازيلي من اول ما ظهر في سنة 1956 وكان يعني ظاهرة من اول ما ظهر بعمر 15 سنة في اول ظهور ليه واول مبرار ليه قدر يسجل مع سانتوس اربع اهداف وبعدها ما قدرش او ما خرجش لأي نادي اوروبي مسيرة بالكامل قضاها مع نادي سانتوس حتى الاعتزال لأول مرة في 1974 ولكن يعني بعد الاعتزال ده بحوالي 8 شهور كاتلوط رجعت بعيدة عن الضغوط في الولايات المتحدة الامريكية مع نادي نيويورك كوزموس يجي من الاعتزال ولعب ثلاث سنوات هناك وقدر يساهم ان هم يحققوا دوري الولايات المتحدة في سنة 1977 ووقتها يعني حقاوله او اقام له مباراة اكريمية واعتزالية مرة تانية في 1977 ده حقيق كان سمعنا او شفنا فيديوهات اللي بليه وهو بيقى في حارس مرمى او بيتمرن كحارس مرمى هو لعب قبل كده كحارس مرمى في الفريق البرازيلي اللي كان برعب فيه ده حقيقي يمكن بعد وفات بليه بدأ تظهر قصص كتير عن مسيرته وعن حاجات نادرة كانت بتحصل نادي سانتوس لف العالم كله في مباراة خيرية مباراة ودية كان معهم بليه ومن خلال الزيارات لبعض الدول الافريقية ولعبه في مصر كمان ده حقيقي فعلا لعب النادي الاهلي في سنة 1973 وظهر عدة دول الافريقية ويمكن الزيارات في الدول الافريقية ده المدخل اللي يخلينا عن قصة طلاقه كحارس مرمى البداية كانت انه لما كان في زيارة مع نادي سانتوس في عدة دول الافريقية كان الرعاة لهذه المباراة كانوا بيطلبوا ان بليه يقف حارس مرمى للفرق المنافسة لنادي سانتوس خلال الاشراط الثانية في كل المباراة وكان بليه بيرحب ده في شكل كبير لان يعني هو كان اكتشفه بعد كده ان هو كان بيجيد اللعب في مركز حراس المرمى ولو تاريخ يعني مش متداول قوي في هذا المركز بليه نفسه لما أظر مذكراته في 2006 كان نخصص جزء ان هو كان بيتكلم ان هو بيجيد اللعب كحارس مرمى وانه لعب اربع مباريات مع سانتوس في المركز ده ويلاقي بمباراة مع منتخب البرازيل كحارس مرمى لكن كانت مباراة وداية فيزو ملاقصة بكين اللي بليه كتب بورده في مذكراتهم الشخصية او قالوا كمان تصفحات تلفزيونية يعني تم ارشفتها ان بليه كان بيشارك حارس مرمى في تدريبات كتير مع نادي سانتوس وكان مهتم بقاطق التفاصيل الخاصة بحراسة المرمى والتدريب عليها وبيهتم ان هو يسمع ملاحظات مدرية بحراسة المرمى عشان يحسن من مستوى كحارس مرمى وكمان سانتوس نفسه في الخمسينات والستينات كان لسنوات عديدة جدا كان قائمة الفريق نفسها بيبقاش فيها الحارس مرمى واحد وكان الحارس البديل في الطوارئ هو بليه كانوا يعتمدوا عليه كحارس مرمى رقم اثنين في الفريق في حارس طابق برضو سانتوس اسمه لالا تكلم تحديدا وقال ان بليه لو كان لعب في مسيرته كلها كلاعب كحارس مرمى كان يبقى الحارس رقم واحد في البرازيل خلال الفترة الزمنية دي لانه كان بيقدي واجبات مركز حراسة المرمى بكفاءة عالية جدا بالحديث بقى عن حراسة المرمى وبيليه ففي مباراة محددة هي اللي ظهر فيها بليه بشكل ممتاز جدا كحارس مرمى كايتفكات البرازيل سنة الف تسعمائة واربعة وستين هو على فكرة انا اسف ستعلي بقطعك يعني بس هو فكرة ان بليه حارس مرمى اصلا كعنوان مستغرب اصلا علينا احنا كمحبي ومشجع بليه يعني بالضبط لانه كان حدث نادر وكان بيحصل في اوقات الطوارئ وهو برضو كان حابب اللعبة في المركز ده في اوقات الطوارئ مع نادي سانتوس يمكن هو زي ما قال ان هو لعب اربع مباريات في المركز ده مع نادي سانتوس والمباراة الاهم والقصة اللي تعرف من خلالها ان بليه عنده امكانيات كحارس مرمى في مباراة رسمية كانت في نصف نهائي كاسل برازيل 1964 وقتها كان سانتوس بيلعب جريميو وصحيفة ماركا الاسبانية عملت تقرير بعد وفات بليه عن هذه المباراة مباراة كانت ضد جريميو كان النظام نصف النهائي بتلاهب بنظام الزهاب والقياب سانتوس ذهاب على ملعب وتفوق بنتيجة 3 واحد والقصة كلها كانت في مباراة الاياب اللي كانت على ملعب جريميو وقدر نادي جريميو ان هو قبل نهاية الشرط الاول يتقدم 3 واحد وقدر يعادل الكفة وبعدها بقى ظهر دور بليه لان بليه في المباراة بيقدر ان هو يسجل هاترك وسانتوس قدر يفوز بنتيجة 4-3 في هذه المباراة وفي خلال الست دقائق الاخيرة حارس المرمى الاساسي لنادي سانتوس اللي هو كان اسمه جيلمر طرد فبليه لعب البقائق الاخيرة من المباراة كحارس مرمى في هذه المباراة ما تكملش بعد ذلك ما تقوليش ان هو كان صد بيلنتي ما صدش بيلنتيو لكن صد فرصتين خطيرتين لجريميو في فيديو مقطع فيديو متداول على اليوتيوب الملخص في هذه المباراة بيظهر تصدي بليه لفرصتين لجريميو ومنع شباكو انها تحتز باكتر من الثالث اهداف لتلقاها الفريق الصد الاول وقدر سانتوس ان هو يكوز 4-3 وقدر ان يوصل مباراة نهاية بفضل ان بليه اولا سجل هاترك في هذه المباراة ثم بعد ذلك قدر يحمي شباكو من انها تحتز الصحف البرزيلية في اليوم التالي حطت عنوان نقلته الماركة وترجمته الحرفية كالقاتل بليه نجم كبير في عالم كرة القدم عندما تكون كرة بين اجدامه او بين يديه اسطورة اسطورة هو فعلا اسطورة سعري ابو طبل الناقد الرياضة امشكرك شكرا جزيلا معلومات مهمة جدا بليه حارس مرمى يعني معلومات صراحة انا شخصيا مكنتش يعني يعني عارفها او ممكن اصدقها اصلا ان بليه يقف حارس مرمى ويساهم في فوز فريقه سانتوس البرازيلي في ماتش في يعمل رومنتادة يسجل هاترك وكمان يبقى حارس مرمى عايزين نخرج قبل ما نخرج من خبر بتاع بليه وطبعا خسارة كبيرة جدا لكرة القدم العالمية بس عايزين نقول حاجة كده طريفة ان فيه خبر انتشر النهاردة ان الاتحاد الدول لكرة القدم فيه ده الفيفا خد اذن من عائلة بليه عشان يحتفظوا بقدمه في متحف الفيفا الخاص بالاساطير الخبر اللي اصار استغراب كل رواد السوشيال ميديا اللي هجموا الفكرة قالوا يعني اكيد فيه طرق كتيرة جدا ممكن يتم تكريم بيها الراجل افضل من ان هم يقطعوا رجله ان هم يحتفظوا بيها في الملعب او في المتحف الخاص بالفيفا للاساطير وكمان الصورة اظهرت صورة رجل بليه بعد كده رواد السوشيال ميديا طبعا هجموا الموضوع الموضوع طبعا ظهر ان فيه خطأ فيه فهم الخبر او المصادر الموثقة قالت نفت طبعا الخبر انهم مش هيقطعوا اكيد رجل بليه من المسؤولين في داخل الاتحاد الدولي اكدت ان الخبر غير صحيح على الاطلاق طيب النهاردة برضو من ضمن الاحداث العالمية النهاردة نادية نصر السعودي بيقدم الاسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب مرسول بارك الخاص بالنادية اللي كان كامل العدد فول بوكت بحضور 30 الف متفجأ متفرج ومشجع بجانب الظهور وطبعا فيه مؤتمر صحفي مع رئيس النادي عشان يتكلم عن طموحاته مع النادي السعودي شفناه النهاردة فيه المؤتمر الصحفي شفناه كمان فيه غرفة اللبس مع اللعيبة قبل ما يطلع او يروح لمنتصف ملعب بحضور 30 الف مشجع ومتابع خدونا نستعرض تصريحات مسلي ألم عمر رئيس النصر السعودي كانت تصريحات مهمة جدا قالت ان رونالدو طبعا افضل لاعب في تاريخ كرة القدم من الطبيعي ان يكون هو اللاعب الاعلى راتبا ما بين كل النجوم في نادي النصر لكن النجم البرتغالي على التوازي طلب من ادارة نادي النصر ان هما يعملوه زي ما بيعملوه كل زملاءه في الفريق من كل النواحي بمن فيهم المكافئات قال كمان مسلي ألم عمر ان وجود نجم بجمهرية وشعبية كريسيانو رونالدو ونادي بحجم شعبي وشعبية النصر ومنافسة مثل الدوري السعودي كفيلة باستقلاب رعاة كبار وحيتم الاعلان في الفترة المقبلة عن الاسبونسرز او الرعاة الجدادة اللي هيخشه طبعا كرعاة رئيسين لنادي النصر بعد اتمام طبعا هذه الصفقة صفقة القر بالنسبة لي السعوديين بيكمل مسلي ألم عمر بيقول ان الصفقة ليست صفقة لاعب جاء ليفوز بمباراة او حتى بطولة هي الهام قدوة للشباب في السعودية والنصر تحديدا صفقة رونالدو ليست لدعم الفريق داخل ارضية الملعب فقط بل لدعم الاكاديميات ايضا التي نسعى لتأسسها بشكل كامل هيكون هناك عوائد جديدة للنادي وعقود رعاية اضافية بكل تأكيد بعد التعاقد مع كريسيانو رونالدو دي كانت تصريحات مثالي على معامر رئيس نجلس ادارة نادي النصر السعودي نروح بقى لتصريحات كريسيانو رونالدو في مؤتمر الصحفي بعد انضمامه لفريق النصر السعودي قال غملي في اوروبا انتهى انا لعبت اكتر او لاكبر اندية القارة فخور بما قدمته هناك لكن حان الوقت لمغامرة جديدة في قارة اسيا وقال كمان ان انضمامي الى فريق النصر ليس فقط من اجل تطوير كرة القدم هو فعلا هيعمل على تطوير كرة القدم لكن من اجل الاجيال القادمة والاطفال في هذا البلد في المملكة العربية السعودية قال كمان كريسيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي ان انا وصلتني عروض كتيرة جدا من اوروبا من برازيل من استراليا من امريكا لكن انا اديت كلمة اعطيت كلمة لهذه الفريق كنت ملتزم بها العيلة بتاعته دعمته في قراره اطفاله دعموه كان فيه ترحيب رائع على حد تعبير وقول كريسيانو رونالدو طبعا الحدث مهم جدا في تاريخ المنطقة في طريق السعودية في طريق النصر شفنا اجواء احتفالية رائعة جدا شفنا متابعة شفنا حضور رائع في الملعب النهاردة شفنا طبعا الأشبال زي ما احنا شايفين دلوقتي الأشبال اللي هم يعني بيتصوروا جنب الأسطورة كريسيانو رونالدو واحنا شايفين على فكرة البنات دي دي من الفريق السيدات الخاص بي اللي بلعبوا في نادي النصر السعودي على فكرة النهاردة كريسيانو رونالدو اكيد طبعا هو نجم رقم سبعة حدث النهاردة او بوقع النهاردة على سبع كور وشاط السبع كور للجماهير لأ طبعا دهالي بنت كانت من المتيمين بكريسيانو رونالدو يعني في لقطات النهاردة يعني طريفة جدا لقطات رائعة جدا عيلة طبعا كريسيانو رونالدو هي دخلة لأرضية الملعب تحتفل مع الجمهور بانضمام كريسيانو رونالدو لنادي النصر السعودي أجواء من الفرحة يعني أجواء من الاحتفال في كل السعودي وأنا أعتقد أن الجمهور اللي كان حاضر هو ليس فقط أكيد جمهور نادي النصر هو كل الفرق السعودية اللي عايزة تتابع عايزة تسجل هذه لقطة تاريخية في المملكة العربية السعودية هنا طبعا كان في غرفة لبس كان بيسلم على زميله في الفريق بيرحبوا به غرفة لبس نادي النصر السعودي هذا طبعا بعد مباشرة بعد المؤتمر الصحفي اللي إحنا لسا مستعرضين تأبرز التصرحات بتاعته سواء من قبل مسلية المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر أو من قبل كريسيانو رونالدو طبعا كان حاضر برضو في هذا المؤتمر الصحفي المدير الفني لنادي النصر السعودي يتكلم طبعا مرحبا بكريسيانو رونالدو ويقول أنه إزاي حيتعاون مع كريسيانو رونالدو في قيادة الفريق طيب خلونا بقى نروح لأخبارنا المحلية ناردة لعب كذا مباراة في الأسبوع 11 من دور المتاز لكرة القدم خلونا نتابع كذا سريعا نتائج مباراة النهاردة في الأسبوع 11 البداية مع سيراميكا كلباترا وغزل محلة 3 صفر لسيراميكا كلباترا حرص الحدود والمقاولين العرب 3 اتنين قاولين العرب عمل ريمونتادة رائع جدا وقدر أنه يفوز على حرص الحدود بـ 3000 مقابل هدفين الإسماعيلية الإسماعيلي والبنك الأهلي ما تشتلعب فيه الإسماعيلية صفر صفر وفيوتشر وسموحة التعادل الإيجابي دي كانت المباراة التي تلعب في الجولة 19 نيكاسل وآرسنال صفر صفر ومانشستر يونيتد بونمورت 3 صفر لصالح مانشستر يونيتد طيب النهاردة طبعا خلونا نستعرض العديد من برضو نرجع تاني نرجع تاني لدوري المصري لكرة القدم خلونا نروح بالتفصيد نروح نشوف الهايلايتس اللي حصلت في المباراة النار ده خلونا نبدأ بالمقاولون العرب وحرص الحدود زي ما قلنا مقاولون العرب عمل بمنتادة رائعة جدا بعدما كان مغلوب 1 صفر حول التأخر بتاعه لهدفين مقابل هدف أو 3-2 نهاية المباراة جون أوكلي بيسجل للمقاولون العرب في الدقيقة الرابعة بعد كده أمير عابد لحرص الحدود ومصطفى زيكو لحرص الحدود بيمنح المقدمة لحرص الحدود بعد كده جوسف أوتشايا للمقاولون العرب يتعادل وفي الأخير عمر سافيولا قبل ما يضطرد بيسجل الهدف الثالث للمقاولون العرب حقيقة عمر سافيولا نهاردة عمل كل حاجة في كرة القدم يعني سجل جون وعمل أسيست وخد انظار أصفر وخد انظار أحمر خلونا من نروح لغزل المحلوي سيراميكا كيريباترا سيراميكا عملت مطش مهم جدا وأداء ولا أروح 3-0 لصالح سيراميكا كيريباترا الهدف الأول بيسجل محمد إبراهين في الدقيقة الرابعة والخمسين وبعد كده الهدفين الأخرين بتوع سيراميكا كيريباترا بيتسجلوا في الأكستر تايم أول هدف لأحمد ياسريان في الدقيقة الثانية بلاس 90 وفي الدقيقة الرابعة بلاس 90 أحمد الأرموط أزال لكم كمان برضو النهاردة كان فيه تصريحات مهمة جدا لمدير الفني لصيراميكا كيريباترا تصريحات متوازنة جدا كابتن أحمد سامي بتكلم فيه عن الأداء الرجولي وأهمية أن اللعبة كلها تاكل النجيلة وهي بتلعب يعني تصريحات كانت مهمة جدا وطبعا هو كان بيشكر اللعيبة بتاعته على هذا الأداء وكان بيقول أنه الفريق لو يعني فاز أو حاول أنه يفوز فيه كل التلات مباريات أو أربع مباريات القادمين حيكون عنده من الثقة عشان يكمل بأداء قوي في مسيرته في الدولة خلونا نروح ليه في يوتشار ويس موحة كان فيه طبعا تعادل إيجابي واحد زي ما أشرنا نجون الأول بيسجلوا حسين فيصل ليه سموحة فيه الدقيقة السبعة قبل ما يتعادل مراوان محسن لفيوتشار فيه الدقيقة الثمنتاشر فيوتشار عمل أداء ولا أروح صراحة في الجدول فيه الدوري حتى الآن بيحتل المركز الثالث خلفا للأهلي والزمالك متقدما على أداء رائع أداء قوي نتمنى أنه هو يستمر على هذا الأداء آخر ماتش معنا هو الأسماعيلي والبنك الأهلي الأسف الشديد البنك الأهلي أو الأسماعيلي ما قدرش أنه يفوز على البنك الأهلي الماتش يطلعب فيه الإسماعيلي أو في الإسماعيلية هو الماتش الأول للمدير الفني الجديد للإسماعيلي كابتن أحمد حسان الماتش الثاني لإسماعيلي أو لكابتن أحمد حسان ميدو كمدير فني لإسماعيلي طبعاً نشوفنا في الماتش الأول لميدو مع إسماعيلي إسماعيلة غلب من الزمالك ترتة واحد دي أكن أبرز الهايلايت لأسبوع الحداشر لدور المتاز لكرة الخدم خلونا نروح للأخبار نبدأ بعنامين الأخبار وبعد كده تفاصيل الأخبار العنوان بيقول الأهلي بيحسن صفقة المهاجم الغاني الشاب عبد العزيز يعقوب ومنادي ريو أفي البرتغالي تفاصيل الخبر بتقول أن صفقة بتكلف خزينة النادي الأهلي أكتر من 2 مليون دولار مع توقيع اللاعب الغاني على عقد لمدة 4 مواسم ونصف براتب يصل إلى 800 ألف دولار في الموسم الأول بتزيد نسبة 100 ألف دولار كل موسم اللاعب من المتوقع أن يصل غداً الأربعاء للقاهرة لإتمام الصفقة هنتكلم طبعاً بالتفصيل عن هذه الصفقة مع محللنا اللي حيكونوا إن شاء الله متواجدين معنا في الحلقة النهاردة خبر الثاني يقول اللاعب التونسي محمد الضوية الشهير بكريستو بيصل القاهرة اليوم الأربعاء أو غداً الأربعاء من أجل إجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى الأهلي رسمياً الأهلي بيتفق مع النجمة الساحلي التونسي على كافة التفاصيل المالية بينتصر فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خبر الثالث معانا اقتراب عبدالله سعيد وبقوة من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالة الشتوية المركات والشتوي الحالية تفاصيل الخبر النادي حيدفع مبلغ مالي بجانب سيف فاروق جعفر كجزء من الصفقة يصفقة تبدلية تقريباً يعني بعد طلب بيريمينز التعاقد معه آخر خبر معانا بيقول أن زمانك بيقرر تطبيق لإحة العقوبات على اللاعبين بعد الخسارة من أسوان التفاصيل بتقول لكن في حالة استعادة النتائج الإيجابية واستعادة صدارة الدور المصري أو الفوز على الأهل في الدور الشهر الجاي حيتم رفع العقوبات في أخبار تانية معانا بتقول الإسماعيلي بيبلغ الثنائي عمر الوحش ومحمد الشامي بالعودة للتدريبات من بكرة الأربعاء عدم الانتظام في تدريبات المصري البورسعيدي رغم توقيع عقود الانتقال ده عشان إيه؟ عشان عدم تفعيل المصري للعقود عدم دفع فريق المصري البورسعيدي لقيمة الشراء حتى الآن وكمان تجاهل رد إدارة المصري على مسؤولي الإسماعيلي في الساعات الماضية فقررت إدارة الإسماعيلي أنها توقف بشكل مؤقت هذه الصفقة الخبر اللي جاي معانا عن الكابتن حسام حسن اللي بيهدد بالرحيل عن المصري البورسعيدي بسبب عدم الالتزام بطلباته في سوق الانتقالات عدم إبرام تعقدات مع اللعبة اللي هو طلبهم وبيهدد أن تدريب بكرة حيكون الأخير له في حال إيه؟ في حال لم يتم استجابة الإدارة للفريق المصري البورسعيدي لطلباته لطلبات كابتن حسام حسن في الميركاتو الشتوي الخبر اللي جاي معانا من اتحاد الكرة اللي بيطالب جميع الاندية بسددات المستحقات المتأخرة قبل قيد الصفقات الشتوية خلال شهر يناير الجاري كمان اشترط اتحاد الكرة على الزمالك أن هم يسددوا 70 مليون جنيه عشان يسمح لهم أن هم بالقيد الشتوي في ميركات الشتوي بيعتبر هذا المبلغ مديونيات مستحقة للتحاد الكرة على الزمالك للاتحاد الكرة سواء من قيمة توصيق عقود للعيبة السبقة أو عائد البس الفضائي كمان قرر الاتحاد كرة القدم أنه منع الاسماعيلي من الخيد الشتوي بسبب عدم سداده مبلغ 28 مليون جنيه لنادي النجوم هي كمان مستحقات متأخرة من صفقة بيع ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي والنجوم الأسبق إلى الزمالك دعونا نروح بها سريعا برضو استعراض لماتشاط بكرة نبدأ بها الدوري المصري للكرة القدم فيه لسا احنا مستمرين في الجولة 11 آخر ماتش معنا في هذه الجولة فاركو مع طلاق الجيش الماتش هيتلعب ساعة 5 ومن الدوري المصري إلى الدوري الإنجليزي الجولة 19 بكرة هكون عندنا ماتشاط أو ماتش مهم من بين توتنهام وكريستل بلس هيتلعب الماتش ساعة 10 إلى ربع طبعا بتوقيت المصري ونص وانتر ميلان ونابولي الإيطالي ساعة 10 إلى ربع سلريناتا الساعة مع ميلان هيلعبوا الساعة واحدة ونص دي جولة 16 من الكالتشو الإيطالي طيب دعونا جماعة نروح بقى لفاصل سريع نرجع لكم مع المحلل الرياضي آسر حسين كلام كتير عن الأسطورة بليه كلام كتير عن صفقة رونالدو مع النصر إيه اللي هيحصل فيه الدوري الإنجليزي تحديدا مع لفر بول أرجوكم ابقوا معنا أهلا بيكم رجلنا لكم بعد الفاصل اللي بينضم لنا محلل الرياضي أستاذ آسر حسين أستاذ آسر براحب بيك أهلا بيك أستاذ رجاء سعيدني معاك ونتقبلنا الأول مرة أنا أسعد والله أنا عرفت بقى أن أنت عندك أخبار وتحليلات كتير جدا عن البريمير ليج بس قبل ما نتكلم عن البريمير ليج عجزين نتكلم سريعا كده عن حدث مهم جدا النهاردة طبعا حدث مأساوي في الأوساط الرياضية رحيل بيليه طبعا هو ما ماتش النهاردة طبعا أكيد جنازة بيليه لو كنت بشكل أضاق وطبعا استقبال الأسطوري الشعبي والرسمي لكريستيانو رونالدو الحقيقة أستاذ رجائي يمكن الكرة فقدت فعلا أسطورة كبيرة جدا مهما دخلنا في الصراع زي العصر الحديث ما نتكلم عن كريستيانو ماسي كان دائما مارادونا بيليه لكن يبقى أحد مؤسسي كرة القدم يعني فكرة أنه مش بس أسطورة حط كرة القدم على الخريطة حط البرازيل اللي دلوقتي احنا بنتباهة أو شعب البرازيل أو مشجع البرازيل احنا البرازيل احنا قوة عظمة احنا أكتر فريم عاكس عالم ده ما كانش موجود قبل بيليه بيليه حط حجر الأساس ده من أول بطولة شارك فيها اللاعب الوحيد الحققى 3 كس عالم اللاعب الوحيد اللي عنده 92 هاتريك اللاعب الوحيد اللي أول أصغر لعب يسجل في كس عالم بعمر 17 سنة أول مبورالي مع سانتوس كانت وهو عن 16 سنة وعشان كده زي ضربة البداية بتبقى دايما ضربة النهاية وكل شخص في الحياة لعب كرة أو غيره رسالة كبيرة جدا انه بتبقى أكتر ما كان عايز تنتميلي المكان اللي حاسس انه اداك الحياة وهو نادي سانتوس في البرازيل نهارده في البلا بلميرو معقل نادي سانتوس نقل الجثمان الأول كان في أرض الملعب في وسط الملعب بعدين طبعا هيلف حيعمل جولة مع كل محبي جماهير سانتوس وجماهير البرازيل نعزه لك ان الجولة النهارده كانت مرت على المنزل لأم بيلي اللي هي عايشة بالمناسبة مية سنة تقريبا هي ما تعرفش ان ابنها مية اه طبعا هي مش يعني مش متصلة بالواقع لكن هي عايشة سبحان الله وتوفى يعني ابنها الأسطورة كمان تصريحات استاذ رجائي يمكن تاخد من تصريحات الناس قد ايه الاثر اللي كان سايبوا فيهم من أساطير في الكرة في انجلترا جاري لينكر بيقولك الأعظم حد وشخص متواضع جدا كريستين نورالدو راح عامل تويتا انه الأعظم توفى نيمارو كلام مؤثر جدا كونه برازيلي وكمان اثر فيه جدا وكان احد الاساطير اللي قالت ان نيمار جاي وهي باكتشاف مهم جدا كونه طالع من نفس النادي قبل انتقاله طبعا لبرشلونة قال انه اضاف كتير جدا لبلدنا اضاف كتير لهوية البرازيلين اضاف كتير لحقوق اصحاب البشرة السمراء في البرازيل كان صروا قومية يعني حتى هم كانوا رفضين لفترة طويلة ان هم يخرجوا بره البرازيل بره فريق سانتوس بالضبط لانه بالنسبالهم هو بيمثل الهوية البرازيلية في وقت مهم جدا وفكرة السامبا البرازيلية هو اللي حتى حجر الاساس الكل ده مع الجيل اللي كان بلعب معاه لولو دا سيلفا نهارده رئيس البرازيل بيقول لك ناس قولا ايه لقوا في تاريخ البرازيل قدرت تتسوق او تنقل اسم البرازيل بيليه واحد منهم ما تكرمش حتى نفسه كرئيس للدولة فبالتالي خسارة كبيرة جدا كرة القدم يعني عزقنا الوحيد كل اللي قدمه لنا في كرة القدم كل اللي خلانا نشوفه يمكن برضو عزقنا الوحيد انه بيليه مرادونا يعني يتقابله في حياة احسن بقى فيما بعد هو كمان كان بيليه كان ليه تويتا كده بعد رحيل مرادونا حنلعب مباراة من الاخيرة نلعبها في الجنة وفي السماء طبعا اسطورتين فقدام فتر قصير قوي في عشرين عشرين وعشرين اثنين وعشرين او في أواثر عشرين اثنين وعشرين كمان هو نفسه كان دايما نقول لك نريد تصريح مهم او يا سيد رجائي بيليه اقول لك انا خلطت او تولدت ربنا نزلني عشان ألعب كرة القدم زي ما بيت هوفن هو كان يقولك زي ما بيت هوفن انتو تقوله عليه تولد عشان يألف موسيقى وزي ما مايكل انجلو عشان يرسم لوحات عظيمة انا نزلت عشان انا اتولدت في الارض دي عشان اعمل كرة وفعلا هو احد رسامي كرة القدم واحد اللي حطه حجر الاساس للعبة الشعبية الاولى في العالم عظيم جدا ننتقل من اسطورة ماتت الى اسطورة حية كريستيانو رونالدو الاستقبال الرسمي واستقبال الشعبي النهاردة لنجبة بحجم دون كريستيانو رونالدو شايف الاستقبال ازاي ايه ابرز الرسائل اللي بيحاول نادي النصر نوجهها للعالم من التعاقد مع صفقة بحجم كريستيانو رونالدو الحقيقة سترجاع يمكن الصفقة الى ان تمت انا واحد من الناس لحد اخذ لحظة مكنش بتوقع انها تحصل وشكك انه اشعاد او ستنتقل الدفة الى الاراضي العربية او النادي نادي النصر العربي السعودي يعني او انه يلعب في دوري عربي كريستيانو رونالدو اخير وانتبق اخر محطة ليه لكن حقيقة تحقق الكل الحاجة اللي كنا شايفينها بعيدة اعتقد نادي النصر كان قدم الاحتفال المناسب جدا وعرف يروج ليه يعني بشكل قوي جدا وجوده في مرسول بارك النهاردة وكمان طبعا يكون في حدث كمان يمكن بيوازي القوة ده اول مرة ينزل بيت شرط النصر والجماهير تشوفها تقديم اللعب يوم الخميس بعد بوكرا يب اول مباراة رسمية لكريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر امام الطائي يوم الخميس ربع طاقت ده برضو هتلاقي اعين العالم كلها تتجه هناك مش اعين العرب يوم الخميس هو المباراة القادمة للطائي حتى هو في المؤتمر الصحفي كريستانو قال انا عايز اشارك فأم برابة منى المدير الفني يحطني في تشكيله طبعا يعني مدير الفني يطلع خالص رونالدو هو اللي يحط التشكيله فبالتالي مكسب كبير جدا للكرة السعودية مكسب كبير جدا للكرة العربية على فجرة كان فيه برضو شفنا في المؤتمر الصحفي مدير الفني لنادي النصر شفنا قديه هو يعني الاستراتيجية بتاعته في التعامل مع نجمة بقيمة وحجم كريستانو رونالدو قد يشركه في الامور قد تكون الامور الفنية يعني في قادة الفريق او على الال هذا ما بدى لي انا كتفسيري لمقاله مدير الفني مفيش كلام الحالك بتقوله النقطة مهمة جدا انه الثقة البتاء استقدام كريستانو رونالدو للكرة السعودية وحجم اللي تقال فيه المعلن وغير المعلن فيه في قيمة الصفقة يخلي الكلام الايام اللي فاتت او الكلام كله عن المردود او الثقة اللي هينقله كريستانو رونالدو فيه برى الملعب او الامور المعنوية او الامور اللي على مستوى الترويج او التصويق وبالتالي ده خرار ذكي جدا من كل اللي كان وراء التعاقد مع كريستانو رونالدو في ناصر السعودي لو انا بروّج دلوقتي او انا بقول ان انا كسعودية عايز اروّج لملف الفين تلاتين مشاركة في كاس العالم ده افضل سفير لو جبت اكبر شركة تسويق او PR في العالم مش هتجيب سفير زي كريستانو رونالدو افضل لاعب العالم احد افضل لعيب العالم انه يكون موجود القيمة بتاعت الناس بتقول 200 مليون دولار انا باقاكد لك انه نادي النصر والسعودية والسياحة السعودية وكل شيء اتعليك بالردق سيجني اضعاف اضعاف المبلغ ده مفيش كلام انا اقول لك على مثال بسيط يوم التعاقد مع كريستانو رونالدو على احد يعني السوشيال ميديا صفحات على انستجرام كان الحساب 850 الف بتاع النصر لو انا فتحت روحة الوقت كل ما بنتكلم دي العدد بيزيد 7 مليون وفيه تزايد ده بس كان يوم الحد كان من 850 الف قبيل الاعلان لي كانت تقريبا 3 مليون سبا مليون ده في ساعات بسيطة جدا ده في ساعات بسيطة جدا كمان الكلام على القيمة انا عايز افكر الناس انه ما تمش اعادة اختراع العجلة وكمان السعودية بلد او فريق مش بعيد عن كرة القدم الشعب بتاع بيحب كرة القدم كان قدم صورة رغم طبعا خروج من دور الاول لكن قدم فوز تاريخي كبير جدا مهم على الارجنتين وكان قدم للعالم كله قال للناس انا كورتي انا عرف تكسب بطل العالم في وجود ميسي في اول مباراة في كأس العالم فبالتالي السعودية بلد مش غريب عن كرة القدم نفكر الناس في الو 7 ديفيد بيكام راح الاي جالكسي لان امريكا كبلد والنادي كانوا عايزين يستخدموا لاعب يحبب الشعب الامريكي في كرة القدم وتصبح لعبة شعبية وكان التعاقد ساعتها في 2007 وقارن يا استاذ رجائي فارق الاسعار وفارق التضخم انه 250 مليون دولار وكان اللاعب او الرياضي الاكثر دخلا في امريكا تحت ده بند لعبيت الان بي اي وكل حال كان ديفيد بيكام في متقبل عشان عايز يروج اللعبة يحب الكرة منتخب مش غريب على كرة القدم عايز اقول لك حاجة على منضوع الشعب وقال دي هو يعني شايف ان حاجة اسطورية جات لارضهم لجمهورهم لملاعب بتاعتهم في خلال 24 ساعة لسه زمالنا في الاعداد بيقولولي القيمة مبيعات التشيرتات حققت مليون دولار التشيرتات نادي النصر السعودي في خلال 24 ساعة ونفذت كمان نهاردة كام تذكرة بعد في التقديم 123 ألف تذكرة حاجة زي كده لكن برضو كل ده او ادر كريستان واردو بحجم القوة الليبل وقوة العلامة تجارية ليه انه ياخد الكلام كله في الاتجاه انه الاستفادة المعنوية والاستفادة التسويقية والاستفادة من ده على الكورة لكن طبعا هكمل بس في حيث دي دي او بعد نتخش على المردود الفني انه تخيل كريستان واردو المردود برا ملعب جوه الملعب لما النهاردة ينزل في التمرين ويضع بوست واحد وهو في 21 نوفمبر اعلن الصحافة الإنجليزية والستزر جاء انه الشخص الأكثر متابعة على العالم على الانستجرام عنده 527 مليون شخص بيتابعوه تخيل هينزل اي حاجة متعلقة بكونوا لاعب للنص برا الملعب زي ما حصل النهاردة يوم تاني او يوم الرحم التمرين اخذ اطفاله الخمسة ورحوا مثلا الحاجة من الحاجات الجديدة في الرياضة والسعودية كريستيان رونالدو انت قلت حاجة مهمة ان الشركات اللي بتعمل PR او الشركات اللي بتعمل براندنج للمؤسسات والكائنات وللدول بيدفع لهم ملايين الملايين عشان يعملوا يوصلوا لربع الارقام بالزبط طبعا فهو اكيد هي في الصفقة مش فقط انا بشايفها وانا كنت اتكلمت على الموضوع ده وجبت الموضوع ده بالارقام الموضوع فقط لا يتعلق بكريستيان رونالدو ولا يتعلق قصدي بنادي نصر السعودي هو يتعلق بالتسويق لدولة بحجم المملكة العربية السعودية مضبوط وهم الاستقدامه والنجاح في انه يقدمه للاعب اكمل عامه 37 ويدخل عامه السنة دي 38 العقد او الصفقة اللي شافها الانسب لي وحزبة شروط وحزبة امتيازات هو شاف انها بتغنيه عن اللاعب في اي دور اخر هو مش محتاج فلوس يعني كريستيان رونالدو هو عايز يعمل قصة نجاح كبيرة هنا طبعا للقطات وهو بيصل الى الاستاذ مرسول مرسول بارك طبعا نعم وكمان برضو عايز اقولك ان النهاردة تقريبا اللي حضر هذا الاحتفال 100 الف تقريبا من المرعب مع ان نادي النصر كان فاتح البث المباشر لحبر المواقع بتاعته على السوشال ميديا للعالم عشان يتابع مع ذلك التذاكر كما تقولت كان خلصت 100 الف تقريبا حضروا الوقاع حضور كريستانو طبعا مجرد رؤيته بالاتشارة استاذ رجائي هتكون اي حد يتمنى يشوف اول لقطة لكريستانو بتشارة نادي النصر كمان افكرك في نجاح نادي النصر في التفاوض وفي انه اخيرا يتم تعاقد مع كريستانو انه بنرجع كم سنة الورى لقاءه مع الاعلام الشهير في انجلترا جوناثان روث قال في انه انا ما بشوفش نفسي ان انا هلعب في دور الامريكي او دور الاماراتي او دور سعو او او صحيح النهاردة زي ما قلت لك في السن ده وبطريق التفاوض نادي النصر وبالعقد اللي اللي فيه شروط كتير جدا وافق عليها كريستانو ووكيله وكل الشركات اللي بتتبع عليه وعلاماته التجارية قدموا له العرض الانسب وبالتالي نجحوا بامتياز نادي النصر في استخدام الاسطورة كريستانو نخلش مع جزء فاني لانه الكلام الترويجي طبعا خد مننا اثقة المهمة جدا ردا على سؤالك شفنا اختلاف في نوعية او في طريقة ثقة لما تحطط في موقف تحت ضغط اللعيب اللاعب السعودي في كاس العالم في المنتخب لما كل لاعب في دوري طبعا القوام معظمه من الهلال لكن كل لاعب كان بيزامل جنبه لعيب اجنابي مهم جدا ده اتجاه بقاله في دوري السعودية حوالي ثلاث سنين ما جيبش اللعيب اللعنده 34 و 35 لا مريجا في البرائم او في العز التقلق بتاعه في بورتو عام 29 سنة هجيبه دوري السعودية فبالتالي ده علم من سقط وانه بيزامل لعيبة دولية وجوه خرفة خلا مع لابس لعيبة السعودية بتستفيد من ده وبيتنقل في الملعب زي ما شفنا نسخة مباشرة جدا بالفوز الأسطوري طبعا على الارجنتيني الفوز ده زي ما تابعنا هو مش لم يكن بمحد صدفة ولا ضربة حظ من قبل المنتخب السعودي كانوا وقفين ند بند للمنتخب الارجنتيني كانوا الصراحة كانوا لعيبة رجالة وقدموا ماتش ولا أروعة في تاريخهم طبعا ملحمة كبيرة جدا وفوز كان مشرف جدا لكل العرب كمان المردود بقى الفني بتاع كريسينوال وجوده في خرفة خلع ملابس داخل نادي الناصر أنا يعني مش على بالي كل لعيبة لكن اللعيبة حتى اللي هي السعودية عبد الله العمري أو غيره لما يكون عنده بيزامل حجم حجم يعني أنت حضرت من سعوده مع سبورت مرورا بيونيتد مرورا بريل مدريد وأربع دوري أبطال العودة تانية كل التاريخ ده أنه يصب في الآخر عندك وينقلك خبراته وقد إيه هو في أوقات حسمة سواء على مستوى المنتخب أو على مستوى واحد لعب فأهم بطولة في أوروبا دوري أبطال الأوروبا مشي منها أو قرر الاتعاد وهو أسطورتها وهو الهدف التاريخي 140 هدف لبطول دوري أبطال الأوروبا فبالتالي في كل اللحظات العيبة هتبصله هتستفيد إيه ممكن يحصل في التوقتات دي نادي الناصر نفسه هيتنقل فنيا كتير جدا مع كريستيان رونالدو إنه في التوقتات اللي محتاجة لعيب عنده خبرة لعيب ينقل خبراته لللعيبة سيبقى أنا بشوف إنه وجود نجم أسطوري في الملعب أو بجانب إنه بيعمل كوتشينج في نفس الوقت إنه طول الوقت بيدي رسائل طول الوقت بيحمس الفريق طول الوقت بيدي يومنا حاجات العيب لو اللمسة الأولى لكريستيان رونالدو للكرة وسط طبعا الجماهير وسط يعني أنا أعتقدت تبقى أصلا لحظة تاريخية طبعا لينا كلنا مش حتى للدور السعودي خالص بس يعني يستاذ رجاي فبالتالي المردود الفني مهم جدا يمكن ما خدش حقه في الكلام أو إحنا ما قد نشحقنا في الكلام عنه أنا أحضر لك لأنه المردود التسويقي هائل جدا وشايفينه بعنين حتى قبل زي ما حريك بتقول يبدأ أول لمسة أو يلعب أول مباراة رسمية ده كل ده يعني قبيل أنه المشاركة ما بيالك مع بداية أول مباراة الفريق النصر دوتي متصدر آخر مباراة كسب الخليج فرصة كويسة كريستانو يخش بقى في منافسات الدوري متخيل مع أول مباراة إيه اللي هيحصل احنا منتكلم كل ده قبل ما يلمس أول كورة أو يشارك أول مباراة تمام خلينا بقى نتقل سيد آسر للبريمير ليج شفنا كارسة وسنة السبعة ليورجين كلوب في تاريخ طبعا تدريبه مع مينز مع بوريسي دورتوموند لعنة السبعة لعنة السنة السبعة لعنة مازالت ممكن متكرر قبل من التكلم على ليفر بول والمشكلة بتاعت ليفر بول السنة خلينا نستعرض سريعا مباراة اللي تلعبت النهاردة في البريمير ليج النهاردة مانشستر يونيتد شفنا كسب تلاتة بيعمل أداء كويس شفنا أرسنل المتصدر النهاردة بيتعادل سلبيا أعتقد ما زال هو المتصدر يمكن هاخد طالما أقلم نورنالدو الخشة على يونيتد على طول مردود رحيل رونالدو عن منشستر نورنالدو هل ده أحسن ليونيتد هل أعتقد أنه أحسن للطرفين كان لابد من اللي حصل يوم 22 نوفمبر وفاسخة التعاقد بالطرادي كان الحل الأنسب لتنين ووصلوا لطريق مسدود لهو قادر يفيد النادي فنيا ولا منشستر نورنالدو قادر يستفيد بثقة الععيد هالك بتربط ما بين رحيل كريستيان رونالدو عن منشستر يونيتد بالفوز العريض النارد مش بالفوز العريض بأنه كون حصل تحرر نسبي في العباء النفسية اللي كانت خارج الملعب ومؤثرها على الفريق داخل الملعب أنه كل مرة البرس كونفرنس أو المؤتمر الصح في المباراة 70% منه الكلام عن رونالدو مش على مستوى الفريق أو فوزه أكتر مباراة ممتعة وحلوة لعبها منشستر نورنالدو اللي كت أمام الصحفة كلها كتبت على خروج رونالدو في نص المطش أنه خرج في آخر دقيقتين فكان بيقدر يسحب الميديا في اتجاه ودلوقتي الفريق تحرر من هذا إريك تنهاج قادر يشتغل مع المجموعة من غير ضغوط ومن غير ما يكون في دماغه صداع كبير بلوقت ممكن عشان الفريق المنافس بورموت يعني ما كانش هو الأقوى فاستطاع منشستر أنه يستعرض قدامه ده الفوز الرابع للتوالي بعتقد أنه وجود كازيميرو هو الصفقة الأهم رغم أنه الفريق تعقد مع العيبة أغلى منه بكتير تعقد مع نجوم صغار زي أنتني وغيرهم لكن ما كانش في الكواليتي دي أستاذ رجائي في وسط الملعب عند منشاة يونيتد بعتقد يمكن من أيام كارك كازيميرو اللي كان بيتقال بتنتقد الصفقة أنت جايبه 30 و 31 سنة وموضيه خمس سنين وبتدفع حجم فريق عظيم وكبير زي يونيتد فوز الرابع التوالي منذ رحيل رونالد هنقول إحصائية بسيطة كده أن الفريق ما استقبلش ولا هدف كسب أربع مباريات سجل أربع هدف سجل على المرة الرابعة للتوالي فبالتالي ما استقبلش ولا هدف دي أرقام لازم نحطها في الحزبان حتى لو ما ربطناه بخروج رونالدو من الفريق أرسنل على ناحية التانية النهاردة عمل مباراة بعتقد أنها جريئة جدا لعب شخصية البطل أنه هو اللي بيهاجم فأرضه في ملعب الإمارات نيو كاسم أرسنل بيعمل أداء في هذا الموسم ولا أرواع فيه متعة هو ليس فقط الموضوع أنه بيكسب المتشاط لكن أنظم فيه متعة في كرة القدم في أداء الجانرز أرسنل في الموسم ده ولحظة ذكية جدا المعادلة الصعبة دائما في كرة القدم أستاذ رجائي هي أنك تعمل المكسب مع الأداء أو توفر المتعة والأداء الجمالي مع النتائج الكويس أنا استحمل ناسف الإكلاشي هنا يقولك أن الأهم حاجة تراتة بونت ده هنا لا لا طبعا يعني فيه لعبة آه وفيه لعبة من المدربين العالميين بيحبوا لعبوا بالفكرة أو الكرة الاستهلاكية أو أن أهم حاجة يجب لك البطولة مثلا وعندنا مدارس كتيرة كتيرة منهم يعني مش بيستملة أداء الجمالي جدا زي كنتي وغيرهم لكن لكن الحقيقة أنا مش مشجع لأرسنل لكن أنا مشجع لأرتيتة بشكل قوي جدا ومشروع مدرب أنا معامل أول ما تولى المسؤولية في 2019 لأنه الحقيقة يعني مدرب أستحق الدعم النهاردة بيجني ثمار كل عمل التلسسينيين اللي فاتوا ونزول بمعادر الأعمار ورغم الضربة المجاعة جدا أنك تخسر مهاجم الرئيسي وهدف الخصاص بإصابته ببرازيل مع كهس العالم لكن الحقيقة برضو الأداء تحسن لما الناس كتبت بطاقعة كلها وكل المحللين بيكلموا على أنه هيئم ده صدارة مؤقتة وأنه بس أرسنل مجرد مجرد يعني أنه بيعمل أداء أداء رجولي أو أداء في حماس بس لكن سيتي بقيمة الفريق ورفاهية الاختيار في السكواد والدبث بتاع السكواد ورفاهية الاختيار بلعيبة وقوام قوي جدا هو اللي قادر دايما عادل الجولة اللي فاتت اتضرب بعرض رحاقة كل الكلام ده منشستل سيتي اللي وقع في فخة تعادل وإرسنل كسب النهاردة وبريتون كسب أو أرسنل كسب خارج الأرض في أربع مريات أستاذ رجائح كان بالنسبة لي أنا هتحدد ملامح تصدر أو أرسنل هيقدر يبقى ثابت في القمة دي لما اتسع الفريق الجولة الفات لسبع نقاط الناس ألت خلاص أرسنل بيثبت أقدام النهاردة قدام نيو كاسل أعتقد أنه لم يحلفوا الحظ بالفوز رغم ده لعب على الفوز والغريب بالنسبة لي كان نيو كاسل مع هاو اللي كان المعالج جيزي كل شوية يقول لك نيو كاسل بيدروب باك بيرجع على تحت بينزل تحت الكورة وعايزي لاب على المرتاد ده طبعا مستغل طبعا السلاسي الميرون وكالم وكل الناس دي لكن النهاردة أرسنل فقد نقطتين في التنافس يعود إلى أن يلعب سيتي بكرة الفارق دلوقتي كده يعني كان سبعة دلوقتي تمانية لحد ما يلعب لو سيتي كسب بكرة يعني مباراة طبعا سوري الخميس مباراة مهمة جدا أمام شلسي يعني أرسنل بيتمنى بس التعادل لأن لو سيتي كسب يرجع الفارق لخمس دقات المباراة اللي بدأت ببرايتن عنده كسب برايتن اتعادل النهاردة عن يكسل فضله مباراتين في الأربعة سيحددوا ملامح الصدارة بشكل كبير أنه سيلعب تيربي لندن أمام تاتنهم بعد هلعبوا دام يونايتن المطشين الجايين مع طبعا مباراة سيتي اللي سيتي هلعب تشالسي برضو فرقة من السيدة الكبار أعتقد أنه هتحدد ملامح الصدارة ومغامرة أرسنل رايحة لحد فين خاصة أنه غياب عنه وتعرض ضربات كبيرة زي غياب جابريل خيسوس ليفر بول شايفوا الأداء إزاي وإيه اللي كان ناقص وهل كان المركاتو يعني الناس كانوا بتلقي باللوم على يورجين كلاب علشان المركاتو الصيفي ليفر بول يعني ما جابش لم يستقدم تقريبا لو أنا متذكر صح لمهاجم وحيد في المركاتو ليفر بول لغاية دلوقتي مش عارف يريحاول أنه يرجع لنفس الأداء القوي اللي هو كان كلنا تابعناه في المواسم الماضية هاخد من كلام حراك لما اتكلمت عن لعنة السنة السبعة وهاخد من كلام حضرتك على فكرة الإدارة الحقيقة أنا مقدرش أحط إيدي على عنصر واحد بس يا أستاذ رجال إنه الكرة تلت أطلع بالتالي أنا أشوف إن الإدارة في الضلع المخصص للتفكير في المستقبل أو البلان أو الخطة لقدام في فريق حط نفسه وعودته كفريق تاريخي إنه ينافس على كل البطولات سنة فاتك ينافس على أربع بطولات على الربعية التاريخية على بطولتين الكاس في إنجلترا وعلى الدوري اللي خسروا في آخر ربع ساعة مع سيتي وعلى دوري الأبطال اللي خسروا في نهاية أمام ريا المادية فبالتالي أنا يقولك دامي الإنجليز أنت بتحط نفسك بتقول أنا نادي بيا نفس على كل البطولات فبالتالي ما كانش دنع كاس أبداً للي حصل في سوق الانتخالات الإدارة كان فيه رعونة كبيرة جداً في تحديد السماح برحيل ساديو ماني لباير ميونخ أعتقد دي الحاجة الوحيدة اللي من درش نلقي نلقى مع الإدارة لأنه كانت الرغبة مشتركة أو الرغبة أكبر عند ساديو ماني في الرحيل كان عايز مغامرة تانية وكان حس أنه ما كانش فيه اهتمام أو بالتجديد ليه وكان عايز مغامرة تانية وراح لبايرن فريق بطل برضو بيسجل ومتقلق ومتوهج فبالتالي بعتقد مش دي غلطة الإدارة الحقيقة إنما أستاذ رجاي إن أنت تحط المئة مليون أنا ممكن أعمل صفقات نوعية بمبلغ معين لكن ما حطهاش كلها في مركز واحد فالخطأ كان إن أحط الرقم كله وليفر بول ما كانش عنده حاجز المئة قبل كده أول مرة يكسروا من أجل نونز فكان فيه استعجال فيه شايف صفقة نونز إزاي طب على الأقل يعني هل هو يستاهل هذا المبلغ اللي تدفع فيه هل هي صفقة سوبر فرقت مع النادي هي صفقة مهمة مهاجم كواس جدا شفناها مع بنفيكا شفناها مع منتخب بلاده لكن برضو مقدار شامسي مع الترند أو ناس لكن عنده حصائص ألبياء جدا إنه النهاردة هو أكتر مهاجم أضع فرص محقاقة 15 فرص محقاقة أمام المرمى بالأمس أستاذ رجائي لما تفتح رغم الخسارة أمام برانفرد 3-1 لما يتفتح فرصة للتسجيل والمرمى خالي في الديئة السبعة ليفر بول حاليا بمستوى المتزاب زبداء ما عنده وجمه ليفر بول ما عنده أشرف وهي أنه تضيع الفرص دي المهاجم بيقتل الفرص تحط قدام المرمى بيسجل بالتالي لو كان في فريق تاني أقل مركزه أو في منتصف الجدول كانوا هيتحمله ده لكي ليفر بول فريق مفروض أنه بينافس تعد عن المنافسة بدري جدا جدا من الموسم ده له خمس سنين وصيف ثم البطل ثم الوصيف ثم الثالث فبالتالي هو دايما يا الأول يا الثاني النهاردة بادئ المنافسة مش عايزة أقول فقد المنافسة لكن اتتعد كتير جدا يورجن كلوب على الناحية التانية ما معتشه أنه ليه أي فرص أو حظوظ في الموسم ده بيبتعد جدا من نفسه من نرشه ما هو حظوظ في التالي هو عنده بطلتين بنفس تلاتة لكن يعني استدعد أنه يكون أحد مرشحين لفوس دوري الأبطال لكن عنده لسه خرج من كاس الدوري أو من الكارباوكوب أمام سيتي عنده لسه كاس الاتحاد الإنجليزي وعنده منافسة الدوري لكن بيبتعد عنها الناحية التانية كمان أنه الإدارة حتى لما جابت نونز ووضح أنه في آخر الأوقات قبل غلق السوق لانتخالت محتاجة لأي فوسة الملعب عملت الإنجليزي أبرز المراكز لهم يورجين كلوب محتاجها عشان يدعم صفوفه وهل فيه أصلا يعني احنا مسمعناش على أي صفقة في المركات الشتوي ليفر بول هم جابوا جاكبو وبحييهم على أولا لأول مرة ببقى فيه سرعة سبقوا منشاست النواتل لأن اللاعب كان قريب جدا من منشاست النواتل لكن للنهاردة لأ جابوه من الأيام اللي فاتت في بداية سوق الانتخالات الشتوية لعيب ما شاركش لسه كان بيتفرج على المباراة من المدرجات بقرار يورجين كلوب أنه لسه محتاج يعني يدمج في الفرقة صفقة كويسة أنا ألوم يورجين كلوب في حاجاته ومقدرش ألومه لأنه برضو تعرض لفريق إصابات كتيرة جدا حتى لعيب له أحد كبات إن فريق المباراة لفاتت هندرسن قبل المباراة بجيله الثجاج ففي حاجات برضو خارج الكورة تعرض على إيفربول لكن بقول أحرك سوء البدء من تشكيل قلة الخيارات اللي عند يورجين كلوب أنه ينقي البديل خياراته الهجومية كلها مصابة فرمينيو ودياز وجوتا فبالتالي يدخل العيب العيب الثاني بتصاب لما حس أنه عنده على آخر وقت المحتاج لعيب في وسط الملعب عمله زي من الإنجليز بقول أستاذ رجاء البانيك باين واشترى بس عشان يلحق السوء واشترى أرثر من يوفنتس الإيطالي لعيب شركة 14 ديئة بس من سبتمبر الماضي في مبارات نابل اللي خسره 4-1 فأنا لعيب اللي جايبه يشيل عن وسط ملعبي أو يضيف لوسط الملعب أو يعمل يديني رفاهية الاختيار في وسط الملعب فقدتوا الأصابة حتى الآن شكرا جزيلا آسر حسين أنا قلت آسر أبلو كده لا دي أمر آسر حسين شكرا جزيلا شرفتني كنت معك بجد يعني أرقام وأحصائيات وتحليلات غاية في ألهمية أنا اتبسطت بجد النهاردة أنا سعبت جدا قبلت حرش كرا شكرا جزيلا طيب على أي تحال إحنا يا جماعة لسه مكامين خرح من أخر بس فاصل ونرجع تاني مع النقاد الرياضيين نسوس أحمد الشامي نسوس أحمد عبد الحميد عايزين نتكلم بقى كتير جدا عن الصفقات اللي تم الإعلان عنها النهاردة فاصل ونرجع لكم تاني أرجوكم بقبعنا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل عايزين بقى نتكلم عن سوق الانتقالات الشتوية أكبار الصفقات والتعقدات اللي احنا شفناها وتابعناها النهاردة يبينضم لنا هنا مصد أحمد الشامي والأستاذ أحمد عبد الحميد أهلا بحضرتك أريد أن أقول لكم جمعا أن الاثنين اسموا أحمد عبد الحميد وعند أحمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد فهي مدية بالأخبطة أنا عايزة أكمل لك كمان أنه رئيس قسم الرياضة أحمد الهرام وأحمد النابط طيب واضحنا أنا لضيف عندكم طيب عايزين بقى نتكلم عن الصفقات النادي الأهل النهاردة تم الإعلان عن صفقة عبد العزيز يعقوب الغاني قادما من البرتغال عايزين نتكلم الأول عن الصفقة كواليس الصفقة وبعدين عايزين نتكلم عن قيمة الصفقة دي بالأرقام وتحليلها مفيدة لنادي الأهلي وعلى النادي الأهلي سيستفيد منها إزاي فضل هو يعني مبدأين خليني يعني أخرج برة سؤالك وانشيد بقدرون باختلاف الدور الكبير اللي حصل ما بين وزارة الشباب الرياضة والتنصيق مع رئاسة الجمهورية حدث عظيم انتهت بـ 2022 كان لازم نهتم بقدرون باختلاف لأنها فعلا حدث أنا بقول سنوي الرئيس السيسي قادر ومهتم بالحدث بشكل مستمر وده كان دور بارز لوزارة الشباب الرياضة أنها تقدم حدث كبير ينال اهتمام وإعجاب الجميع سواء في مصر أو الدول العربية وحتى كمان المصريين والأجانب تابعوا الحدث باهتمام كبير من خلال جميع وسائل الإعلام اللي تنقلته سأكمل معك مع السفقات هو المفروض أن اللعيب خلاص إن شاء الله يوصل النهاردة الأربع إلى مصر لكي يقضع الفحص الطبي ثم إمكانية التعاقد من عدم وبعد الفحص الطبي الصفقة رقمها كبير أعتقد أحمد شوية مهتم بالأمور الرقمية لكن الصفقة أنا شايف أنه هو لعيب لما قريت عنه شوية في البحث يعني مستوى التهديف مع المشاركة بعيد أنا أتكلم مثلا لو شارك بالنسب 50% تهديف يعني لو شارك في 100 مباراة هو بسجل 50 هدف لو شارك 50 مباراة بسجل 25 هدف أنا أعتقد أن الأهلي كان يقدر يكون عنده صفقة أكبر وصفقة من أفريقيا نفسها هتكون أفيد بكتير أو ممكن يكون هو لعيب أما أنا فاهم بس هو لعيب عايش في الدول البرتغالي لكن أنت محتاج لعيب يكون عايش الأجواء الأفريقية علشان أنت بتشاري في أفريقيا عمدك كاس عالم أنا عندي تعليق على الصفقة بعد أن شفت فيديوهات كتيرة خلينا بس قبل ما أقول التعليق بتاعي أسأل أحمد شايف قيمة اللاعب هل النادي الأهلي ممكن يستفيد منه قيمة الصفقة أجنست أو مقابل قيمة اللاعب نفسها ده توقف طبعا على مردود اللاعب بشكل كبير واللعب جاي من نادي في وسط الجدول في الدار البرتغالي بيعت طبعا لأن ده في وسط الجدول دايما حتى عندنا في الدار المصري بتعتمد على زون ديفينس وبتلعب على المساحات الخالية بشكل كبير ولعب سريع جدا عنده أكثر ميزة عنده بشكل كبير أنه سريع بيقدر يتحرك في المساحات الخالية بشكل كويس بس وكمان عندي جوزة طبعا كويسة جدا أنه بلعب رجل اتنين ودي حاجة ودي حاجة مميزة والجدر بتاعه برضو كويس هو إحصائل أنه جاب ست جاب الهداف بتوع في الموسم ده منهم حوال اتنين أو تلاتة أو تلاتة اعتقد اهدف رأسية على المدار الهداف بتاعته زي ما احنا شايفين لعب 14 مباراة عدد دقائق اللعب 1900 أو 1094 دي عدد الاهداف في الدوري ستة التمرات الأسيست تلاتة عدد الاهداف في كأس الاليانز اتنين هدفين واحد هدفين عدد الاهداف في الكأس هو عدد المباراة اللي لعبها مباراة واحدة وعدد الاهداف اتنين يعني معنا ذلك احنا لو دمعنا اتنين مع ستة اهداف وعندنا ثلاثة أسيست يعني متكلم تانين في 11 تقريبا يعني في 11 جون اما اهداف او أسيست عدد المباراة الاجمالية اللعب اذا ما حالك كده 10 120 مباراة لعبها في كل المسابقات الاهداف 50 هدف التمريرات الأسيست التمريرات الحاسمة 12 تمرير يعني احنا نتكلم برضو تقريبا 60 يعني 120 مباراة تقريبا 60 جون او او اصيست بالزبط 60 فلمان او اقل 55 فلمان بكتيره وكان اهداف دي نسبة عالية ولا نسبة متوسطة نسبة كويس اللعب بلعب في نادي في متوسط جدول او لعب في نادي ممكن ينافز على الهبوط بشكل كبير لان الاندي في نادي ريا افي بشكل كبير يلاعب بلعب زون ديفنس بلعب على المساحات معظم الفيديوهات التي رأناها يعني طبعا انا عندي اعتقاد شخصي ان انا مفعش اجيب لعب من خلال الفيديوهات يعني ده بيبقى صعب احنا عندنا وبرده اصلا مرسل فكرة انه الاعتماد على الفيديوهات هو ما بيحب يقيم اللعب اعتماد على الفيديوهات بشكل عام يعني عرفش الصفقة دي انا عمل ايه مثلا اللعب الغاني اللي كان اللعب عايز اعاكد معا اللعب من خلال ما شافه لأ لا انا مش محتاجه ومش هيقدر يفيدني كنت اعتماد على الفيديوهات كنت ممكن اتعاكد معه بشكل الوحيد للأهل اللي ملعبش على الاستحواز فيه بشكل يبير ساب الاستحواز لبراميدز ولعب على تزون دفق الهجبات المرتدة هل يعقوب يقدر يتواكب مع الخطة دي حيكون الاسلوب او الطريقة التيك تيك اللي حيلعب به مارسل كولر في المباريات اللي جاية احنا انا شخصيا استغربت الطريقة اللي هو اللعب بيها اه مش طريقة النادي الاهل هو يرس اللعيبة في الدفاع ويلعب على الهجمات المرتدة على ايضا انا كان ليا تعقيم بعد ما اتفرجت على الفيديوهات بتاعت العزيز يعقوب ولقيت ان تقريبا كل الاهداف اللي هو احرزها ده مصداقا اللي انت قلته ان هو بيعتمد على الاهداف او اللي جاية من هجمات مرتدة طبيعة اللعيبة او طبيعة الفرق اللي بتلعب قدام النادي الاهل انه فيه تكتلات دفاعية انا شوالا يعني نادر من الاهداف اللي هو دخلها من قدام المرمى فالحلول بتاعته قدام المرمى شكلها عامل ايه انا معرفش يعني ممكن يكون اتبعت فيديوهات اخرى بس انا اتكلم عن الفيديوهات لا انا شفتها بس انا عنده وجهة نظر ان الاهلي من اول مفتقد ان يكون عنده مهاجم من قطاع النشئين وعنده مشكلة يعني اخر مهاجم من قطاع النشئين كان عامل بتعب بعد عامل بتعب افتقد الاهلي ان يكون عنده مهاجم سواء محمد شريف او شاد حسين او حسام حسن رجع سموح انا 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 رجع ازاي شاد حسين حتى الان غير موجود محمد شريف اصلا كان بدايته من اول يعني فترة اللي كنت بتكلم فيها من السنة اللي فاتت كان مميز بعد كده اختفى حالة غريبة بتحصل المهاجمين في النادي الاهلي اعتماد المدير الفني سواء فترة تموثيماني او كولر بيكون على لعيب التحركات نص الملعب والطرفين فبينهي حاجة اسمها مهاجم انت محتاج ممكن يعقوب ويكون مهاجم شكله في الفيديوهات حلو بس الملعب في مصر مختلف تماما زي ما انت بتتكلم كده بتلاقي ال 11 وممكن يكون التلاتة الاحتياطية كمان سالفرة كلها ورا مفيش حد بيتحرك انت محتاج صانع العاب مش مهاجم بس لأنا كنت عايزة اقول برضو النقطة دي هو كمان افشا شوية عنده خبوط في المستوى وعدم تركيز او انشغال بالاحتراف او انشغال بتجديد عاد وكل الامور دي عم ندر تباك لكن انت محتاج كمان لعيب احمد عابقادر كان فيه امل انه يبقى لعيب مميز ويعمل بديل لأفشا بدأ كويس جدا وبعد كده اختفق ليه برضو مفيش سبب واضح انت محتاج لعيب على قوة ديانج في نص الملعب لكنه حريف الخوة الجسمانية يعني انت انا مع انك انت تجيب لعيب نص ملعب حريف افيد لك واسرع لك انت سيسهل لك النواح الهجومية انت عندك مشاكل في صانع اللعب صانع اللعب عندك هو المحور افشا لما كان كويس من سنتين كان الاهلي ما عندهش مشكلة على فكرة كان بلعب بأي مهاجم في مرات كتيرة ما كانتش بلعب مهاجم صريح كان بلعب مهاجم اللي هو مهاجم نص الملعب اي حد كان يجيب جون انت محتاج يكون عندك لعيب بليميكر معلم في نص الملعب بالاضافة لانك انت تعرف تختار من قطاع الناشئين مهاجمين احنا في مصر في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بهذا الكم الكبير من اللعيبة من الفرق من المدربين لو ما عندكش لعيبة او اتنين لعيبة بقى في مشكلة مشكلة كبيرة لازم لازم تدور على شوفنا تصعيد يعني الفترة اللي فاتت شوفنا تصعيد اكتر من لاعب من الناشئين هما يعني صعدوا في اخر المسم الفات وعلي كده رجعوا تاني يعني لقطاعات الناشئين ده كان نظام تسويئ اكتر لانه يسوي اللعبة الصغيرة بشكل كبير عشان قطر يقدر يعمل اعراط يعمل صفقات تبدلية معاهم يقدر يستفيد باللعبة تانية بس الاهلي ما استفدش من كتاب الناشئين مش خالص يعني شوفنا انا بس الاسماء مش حضراني يعني شوفنا اكتر من احمد سيد غريب احمد سيد غريب وزياد طارق وزياد غريب احمد سيد غريب يعني طلع عارف اه اي سبب يعني سيد طارق برضو يطلع عارف سبكة تبدلية بتاع وطلع في الاتحاد مع عسام حسن فبرضو انا لا لا ما استفدش من كتاب الناشئين انا جايب مهاجم عندي 24 سنة يعقوب 24 سنة ولعب صغير طبعا مرضوده طبعا لازم يكون كلر موافق على وجوده اكيد يعني ما ينفعش اكيد هو ناسف بس بالنسبة لدوريات الاجنبية هو لعب كبير هو لعب كبير 24 سنة يعني بيسموه يعني بابنكو السن ده عز النضج الفني بالنسبة اللعب كورة يعني 24 سنة ده نضج فني صلاح في 24 سنة بدأ عنده يبدأ سل من نضج الفني بشكل حقيقي فاللعب ده مرضوده هو اللي يحكم عليه انما انا كوجهة نظري انا اشتري اللعب من فيديو بصراحة يعني الفيديو بيقطع الايجابيات لللاعب اكي نمى سلبيات انا اخلال مطش انا ممكن اوفر مبلغ اللي بدفع صفقة كبيرة دفع 2.5 مليون يورو باجمال الصفقة هيوصل 2.5 هو طبعا اكلمة التسوقية 2.5 مليون يورو لو الصفقة كلها اجماليا مع مع مرات باللعب مع المبلغ اللي هاخده نديل البرتغالي انا بتذكرة صفر اتفرج على اللعب مرة واثنين وثلاثة من خلال الكشاف اللي احنا مفتقدين ه اصلا في قراء مصر اعتقد ده يعني اعتقد مهمة مسؤول التعقلات يعني يطلع يبص مع لعبك ورا يقدر يبص على اللعب يعني فدي مهمة لازم يكون عندك مدرب يشوف اللعيب او ناس يشوف اللعيب مسؤول التعقلات في الاخر هو واحد سيجيه انا اعزي اللعب دفع يجيه انا اصلي مسؤول التعقلات مش هيعتمد على الفيديوهات انا اصلي هو بشخص اللي هيصور الفيديوهات وهو بشخص اللي هيوريها للمنديل الفني يعني انا اتصور الفريق بحاجة النادي الاهلي اكيد ما يعني من رابع المحتاحات هو يعتمد على الفيديوهات اللي احنا ما نشوفها زينا زيه لا لا هو اتشاف هو اتشاف على الواقع الاهلي بقاله فترة بدور على الشكل انا طب انا جبته من النادي بلعب زون ديفنس بلعب على مساحات ولاعب سريع والكلام ده طب الفلسفة اهلي اتوكل مع فلسفة الكولر لو انا عندي فرقة بتلعب زي اسموها مثلا فماتش الاهلي لعب 11 وراء والاهلي محايفش يسجل يعني في مشكلة عنده في التسجيل كان الحلول مختفية بشكل كبير هل هو يفك الحلول دي بحل من الحلول الموجودة ده برضو يرجع لها حقول لك سؤال طيب احنا عايزين نطلع فاصل الاول وحرجع للسؤال بتاعك وعايزين نرجع لباقي الصفقات بتاعت النادي لسه محمد الضوي وعنده لسه خالد عبد الفتاح قبل ننتقل للصفقات النادي الزماني خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني اهلا بكم رجعنا لكم تاني من الفاصل كنا ونكلم على اخبار المركات وشتوي لنادي الآلي سوز احمد كان لك تعليق او سؤال قبل الفاصل محتاج اسأل خلينا نتفق ان اللعبة تشاف يعقوب وهو ان شاء الله يكون صفقة مميزة لنادي الآلي ماذا لو لو يوفق يعقوب مع كولر هيفضل نفس التصريح للمدير الفني انه هو غير مقتنع بالمهاجمين دي كارسة انا ما بعقبش على مدير الفني او بهجم لكن التصريح ربما يكون خانه او الترجم بطريقة مش مظبوطة او طريقة يعني فيها خطأ لان ده بيعمل فقدان ثقة للعيب طب ما فيش دخاب من غير نار احمد حتى لو قلنا ان هو خانه التعبير طب هو كان يقصد ايه بهذا التصريح هو التصريح حتى الان موليش حقيقة يعني انا مش عارف اوصل لحقيقته لان ده كلام خطير كلام خطير لما المدير الفني يتكلم لعيبة اذا ما فيش مهاجمين خلاص يبقى عندك مشكلة في المهاجمين يعقوب لعيب خلينا نتفق ان من خلال ما احنا شفنا ممكن يكون لعيب مميز في المساعات الواسعة احنا عندنا مشكلة في مصر ان كل الفرق زي ما اتفقنا كده بتلعب الاهلي هتقدر بقى تعمل اعتقد دي هتبقى مهمة المدير الفني انه هو يحل المشكلة دي لانه لو مقدرش يدى الراجل الفرصة انه هو يكون عنده مساحات في الجاري وفي الثمانتاشر ويبدأ يتحرك اعتقد هيبقى صعب انه اكرم توفيق الانصاب هو تحت السن شايف زي صفقة دي نستطيع محمد ضو بلعب جناح ما بلعش ظهير ايمن جناح وينجر خلينا نروح برضو الارقام بتاعه قبل من استعرض الكلام عن محمد الضوي واداو هو عنده 19 سنة زي ما تقلت هتسجل تحت السن النجم الساحلي جناح اللعبها في الدور التونسي الموسم ده ستة مبارات عدد الاهداف اربع اهداف والتمرات الحاسمة اتنين يعني نتكلم تقريبا في متواصل جون بكل هدف سواء هدف او اسست في كل مباراة اجمالي المباراة اللي هو لعبها تلاتين مباراة في كل المسابقات سجل سبع اهداف صنع ثلاثة سجل وهدف من راكل جزاء الرجل بيلعب بيرجليه الاتنين شايف ساب خضيان ازاي هو لعب تحت السن بشكل كوي يعني ما يفيد الاهل في الجناح اليمين وكولر كان طلب كان طلبات كولر محددة عايز جناح عيصر عايز واحد بيلعب برجل مكان طاهر اه مكان طاهر يبقى بديل طاهر برونو اللي عاف الجناح الشمال مكانش كويس جدا في مرش البيناميس طبعا وبقى له في كام فترة كده مش بيقدم المرضوط المنتظر منه بشكل كبير ضاوي بيلعب جناح يمين كولر عايز جناح شمال فانت جايب ضاوي انت عندك اصلا مشكلة في الجناح اليمين عندك كتر من واحد في الجناح اليمين ممكن يلعب ضاوي يلعب بالزبط يلعب في الجناح اليمين يعني انت كده انا كانت اكتر من اللعب موجودان عندك ممكن يلعب في الجناح اليمين لو ضاوي يلعب اساسي عليهم طبعا هو يلعب تحت السنة يتسجل تحت السنة برضو الفيديوهات اللي شفنا ممكن يلعب انا بتكلم انها ده مركزه الاساسي ده البيزرشان بتاع الشاح يلعب كان اكرم توفيق وهو يلعب 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 يجيبه خلاص خلدي عفتاح عشان خطر يحيب مشكية الزهر عنده مشكلة في الشق الهجوبي هو رجل دفاع اكتر بشكل كبير يعني فضاوي انا شايف انه صفقة انا مكنتش شايف انه ممكن يتحرك فيها انا عندي 19 سنة عندك طعنا شي ممكن اجيب منه قادر اصنع منه لعب بدل مدفع مبلغ كبير في لعب انا اعتقد ان الاهلي مكانش هيقدر ياخد فلوسه من نجم السحل بتاعة سليماني فهو كان بيدور على العيب ممكن ان يجيب حد النجم الابرز عنده او لعيب اللي طالع ممكن يبقى له مستقبل فقدر بمبلغ واخصم قيمة الفلوس اللي عندي ده اعتقد التفكير اللي هم فكروا فيها السيد احمد الشامي السيد احمد عبد الحميد كان وجهة نظره ان فيه لعيب اكثر مهارة اكثر تأثيرا ممكن ان كان الاهلي يتعاقد معهم من الدورة المصري او من قطاعات النشئين قطاع النشئين في النادي الاهلي انت منطفق او مختلف مع اهمية احمد محمد الدوي بص انا انا عندي وجهة نظر دايما في التعاقدات ما اتعاقدش اللي بيكون عندي لعيب هيفرق معايا في شق الهجوم بس كل اللعيبة في نص الملعب لبس بدر بنون لما جه نادل اهلي برضو كان عمل فرق كبير عمل فرق كبير بس عايزك تتفرج يعني بدر بنون قعد شوية كده مايلعبش شوية انا مش محتاج مدفعين انا محتاج ناس تجيب لجوان انا انا معنديش مشكلة في الدفاع في نص الملعب كل ده ممكن اي حد يسد في المنضاء دي انت عايز واحد يجيب لك جوان انت عندك مشكلة ان الكرة بتوصل لل 18 ما بتعرفش تجيبها جوان انت بتدور على مهاجم الاهلي في وقت شو زي لما جاب فلافيو وكان جيل بيرتو بس كنفلافيو تحديدا والراجل قعد سنة كده ما يجيبش جوان وبعد كده واحد تاني خالص هو ده انت لعب محتاج لعبة بالشكل ده هو ده اللعبة اللي انت محتاجها مش محتاج ان انت اجيب مدافع وباك يمين وباك شمان ونص ملعب لا ده كله كتير طيب صفقة خلد عبد الفتاح يعني بص كان عندي شوية بتكلم مع عزي مندر الزحمة ده رحماند الرئيس التحير تروحنا اكتر الاهلي اكتر نادي بياخد لعبة من سموح انا مستغرب لعبة بتروح وتيجي طيب خلينا طيب نروح نشوف خب خلد عبد الفتاح هو عن 23 سنة من نادي سموح ظهير ايما لقيمة السوقية بتاعته 200 الف اورو عايزين نشوف برضو العدد المباراة اللي هو شارك فيها في الدولة المصر يموث 11 مباراة ما سجلش وما صنعش طبعا نظر عشان يعني المركز بتاعه عدد الانزارات الصفرة اربعة ما عرفش ده يعني عدد كبير طبعا عدد كبير من الانزارات تمام عدد توتل المباراة اللي هو لعبها 90 مباراة عدد الاهداف هدفين ويهي صنع جون واحد فقط شايف برضو الصفقة ازاي صفقة خلال مش عايز اكون سلبي او متشائم اكتر من كده يعني خالص والله انا بص اولا مش بس في الصفقة دين في كل اتفاقات انا بتتكلم في احتياجتك انت بحتاج لعيب يصطع معك فارغ مش محتاج لعيب في الخطوط الخلفية خالص انا ضد التعاقدات لفطوط الخلفية خطوط الخلفية لازم تبقى من اولادي النادي ابن النادي ده دايما ببقى عنده حماس وخوف عن نادي اكتر من يجيب لعيب الكابتن هيجي يوعد معنا ان شاء الله نص الموسم وممكن اخر الموسم ما تلاقوهوش عادي خالص عثم حسن جي وميش ما تفهمش يجي امتى وميش امتى شادي حسين برضو لعيب ممكن يكون مميز جدا في سرامية انا احمد الشيخ كان لعيب هايل في مصر بقص هايل كان ممكن يرقص اعطاه الهداف يعني بص فترة بتتكلم احمد الشيخ يعني انا عشان كنت عرفه كويس جدا وبص يعني فو ما تتخيل مختلف الضغوط سواء الجمهارية او الزهنية او الضغوط الفرق كل الحاجات دي محتاجة لعيبة تكون متضربة عليها احنا احنا عشان بس لسه عايزين نتكلم عن نادي الزمالك ومراكات الشتوف نادي الزمالك اعتقد بفضلنا فقط اربع دقائق اذا نتكلم عن الصفقة طبعا الاهم صفقة عبدالله السعيد رحيله من بيرميدز بعد اكيد الخلافات مع دورة النادي مع مدير الفني لنادي بيرميدز ورحيله للزمالك لحد مبارح كان الموقف في الصفقة اتنين موافقة بيرميدز رقم واحد رقم اتنين موافقة او اعتماد المدير الفني لنادي الزمالك عبدالله السعيد صفقة جمهارية طبعا عبدالله السعيد احسن صلع العبج في مصر في خلال عشر سنين محدش يدر ينكر احسن صلع العب العب عجبني بس انا هو بصراح يعني محدش يدر ينكر مهاراته ينكر ان هو لعيب خبرة ينكر ان هو لعيب يقدر ينقل الفرقة بشكل كبير برامدز مستوى سابق جدا مع برامدز بقلوكتر من الموسم وصفة جمالية الزمالك اكتر منها فني ده اعتقد رقم واحد لما هل يحتاج الزمالك انا اعتقد انه يحتاج رقم عشر الزمالك موجود هل الطريقة اللي بيلعب مدير الفني او الزمالك بيتحتاج رقم عشر صنع عبسة صريح الطريقة ممكن تتغير عادي فيش مشكلة خلص طبعا لو جاب عبدالله السعيد هيلعب طبعا برقم عشر بشكل انا ما بلعبش برقم عشر دلوقتي ازا ما معشور رقم واحد في الوسط الملعب هو اللي بيقدر يصنع هو اللي بيقدر بيروح على الأطراف بيخلق بيعمل جابها مع أحمد سيد زيزو بيعمل جابها مع سيد يعني بيتحرك بشكل اللعب متحرك رقم تمانية أوه بس متحرك في الوسط الملعب بشكل أكبر عنده وظائف وخصائص رقم عشر بس هو مش رقم عشر أنا عبدالله السعيد هيفيدني زمالك جدا طبعا هو بس هو في الأساس هو صفقة جامعية طبعا وأنا أتمنى طبعا أنه يروح زمالك بصراحة تتمنى نروح زمالك نص الموسم ده والموسم اللي بعده صفقة يعني ممكن تعمل فريق مع الزمالك عبدالله سعيد لعيب مميز يعني على طول الوقت لعيب عنده حلول يعني يقدر موصل المهاجمين بأبسط الطرق للمرمى ده 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 اسم السهل وممتنع عنده هو بيعمله قائس قوي بس أنت برضو محتاج يبقى عندك بدايل لأن اللعيبة لو أنت روحت اعتمدت عليها بواحد هيملك مشاكل بعدين عبدالله سعيد بقى له فترة ممكن يكون مع برامد السابت بس الناس مش شايف ها عشان برامد برضو معندوش التركيز الهجول الجماهيري التركيز الجماهيري ده بيعمل إزعاج لعي العيد طيب عايز أختم معك سوز أحمد شايف في الزمالك محتاج إيه المراكز له محتاج عشان يدعم بها صفوفه في الموسم ده زمالك محتاج طبعا في خط الدفاع لعب في خط الدفاع طبعا لتعاود الوانش الوانش بأثر بشكل كبير لازم يكون عنده ودايل في خط الدفاع لأن زمالك في قدم القدم القدم الوبارات هيب في أكتر من البطولة في هنخوش ليه موجود فلازم السيف الجزري خلاص مشي من النادي المفروض في المركات ده يعني لسه برضو يعني يعني برضو احتياج الزمالك ليه ضروري جدا لأنه في شغيره لو زمالك يبقى عنده بدأ لأنه سامسون ما حدش يعرف عنه حاجة يعني أو ما شفناش سامسون ما شفناش النغو منط يمكن يحل محل يعني قد تكون أو بدت مباشرة في أول مباراة يعني لعبة بصمة تهديفية ممكن لعيب يعيش على هدف زي برون سوفي كده ما عايش على هدف الصبر في الزمالك السنة الاستمرارية أنا بتحكم على لاعب الاستمرارية بتحكم على مدور فني باستمرارية بتحكم على أي حد أنه يستمر على نفس المنوال ده أقدم تماما ممكن أقدم أقدم مباشر كويس في مطش بس استمراريت في مجمل المباريات تسعين في الماء بيقدم مرضوك كويس لعيب بالعيب كويس مش أمشي على سطر وعشرة عظيم جدا كلمة خلص أحمد أعتقد أن الأهل والزمالك محتاجين يعيدوا النظر في الصفقات اللي بيدعقدوا فيها سواء أفريقية وأوروبية الأهل والزمالك المفروض يكون لديهم لعيبة أحسن من كده بكتير أنت بتشوف أمبيا عندها لعيبة ومياز المولين عنده الابتحاد سموحة كل الفرق أو فيوتشار كل الفرق اللي هي أقل جمهيرية من الأهل والزمالك ببعندهم اختيرات أفضل من الأهل والزمالك الأهل والزمالك بجد محتاجين يرجعوا يختاروا لعيبة سواء على أي مستوى أفرق أو أوروبيين بعين أقوى من جده شوية بأكثر فايدة ما يبقاش عندي لعيبة بجيبها بتقعد معايا فترة ماستفدش منها وتمشي واجيب غيرها علشان ما يبقاش فيه عدم استفادة للعيب شكرا جزيلا سيد أحمد الشامي شكرا موصول لك سيد أحمد عبد الحميد بكده مشاهدين نكون خلصة حلقة النهاردة من رقم 10 إن شاء الله بكرة حلقة جديدة أشوفكم على خير السلام عليكم